اشتركوا في القناة وقال أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اتمن خان وإذا وعد أخلف تحدثت بالأمس عن جزئية من الحديث وإذا وعد أخلف اليوم أتحدث وإذا اتمن خان الأمان أعظم ما في الوجود الأمان صفة من صفات الله فالله خير حافظ الله عز وجل هو الذي يعلمنا الأمانة والنبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعث كانوا ينادونه بالأمين الصادق الأمين وشيئين متلازمين لا ينفكون عن الإنسان الإيمان والأمانة نبي عليه الصلاة والسلام ما خطب خطبة إلا وقال لا إيمان لمن لا أمانة له ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه أمانة خلاص ما فيه شيء كبر عليه أربع تكفيرات شو معناتها لا يصلح لي شيء لذلك إذا إنسان عم يشتغل عندك ما عنده أمانة ما فيه إيمان في قلبه وصفة من صفات المجتمع المؤمن لما وصف الله عز وجل للمؤمنون والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون هذا هو المجتمع الإيماني هلا فيه الصباح من الساعة أمانة شوفوا شلون الأمانة أكثر دعاوة موجودة في المحاكم هي إساءة الأمانة أخوانا الكرام الأمانة ما هي متعلقة فقط بالأخذ والعطاء والمال هلا هي جزء هي الأمانة أنه أنا مثلاً أعطيتك مبلغ ترجع لي هلا شو أكثر أسئلة أسأل بها وحتى على الموقع عندنا في المسجد أعطاها المبلغ وما رجع له إياه وقدر رجع له إياه بسعر هلا كل الإنسان بتشاطر على ما تمليه عليه نفسه طيب أول واحدة إخوان الكرام الوفاء بالعقود أمانة تحدثنا عننا مباريح واليوم منكررها متى ما أنت يعني حكيت لكم قصة البيت خلاص أنت أنت عرفان شو طبيعة السوق وقلت له بعتك يجي تاني يوم واحد بتفعله إيش بتفعله زيادة وأيام الزيادة مغرية شو بيساوي خلاص لك وين الأمانة ذلك نصيحتي لا تاخدوا كلام الناس قل له كتوب أخوك من أمك وأبوك قل له كتوب هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام أخاك البكرية ولا ولا تأمنه من الأمانة المحافظة على مال من تعمل عنده هلا بيجي بي أخي ما عنده تلاقي معمل أو كب لك إذا أنت تستعمل قلم تاخده معك وهذا ضمن الشغل واخدته واخدته انتبرات الشغل هذا ما تخالفت الأمانة صحيح ما كانوا يمكن مشايخ أو كانوا يعني ملتزمين الالتزام اللي نقول عنهم لكن كان عندهم أمانة كنت أقرأ أنا أنه الإنسان ما يستعمل سيارته خارج الدوام أحدهم أعرفه ابنه استعمل السيارة خارج الدوام سيارة أبوه تاني يوم الأب قدم استقالته قصة شهيرة معروفة ليه هي أمانة هل لك أخي يلا لك يلا لا يحق لك أن تطبع ورقة وأنت موظف من أجل شأنك الخاص هاي هاي أمانة حكي لكم قصة رجل اسمه المبارك في بلاد فارس كان يعمل يعني في الزراعة اجي صاحب الأرض وكانت الأرض كلها مزروعة من الرمان قال له عصر لي بعد أربعة خمسة سنين كان غايب صاحب الأرض قال له عصر لي من الرمان الحلو سبحان الله في رمان حلو في رمان لفان يعني ما بينهما في رمان حامض هنا في رمان اسمه عصفوري هذا من أفخر أنواع الرمان هذا رمان بلا بزر بزره صغير ما تشعر به مثل الأطر سبحان الله هذا ما ما بيطلع إلا إيش بديك الأراني بي 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 سر مد وبي يعني عفرين وبالأراني قليل منه بالشام أهل الشام يعني رمان مدلل كثير فقال له حط لي من الرمان الحلو عصر له شريب طلع حامض قال له أحمل لك رد عاد الكرة بعدين قال له يا مبارك صلك أربعة خمسة سنين حطك بالبستان ما بتعرف الحامض من الحلو قال له والله لا أذوق الرمان ليش ما عمد ذو الأرض تحت صرفك قال له أنت ما سمحت لي هيك كانوا قالوا تعال أنت بيتك ملك مثيل ما لك نظير زوجوا من ابنته لأنه أمين فولد لهم ولد اسمه عبد الله عبد الله ابن المبارك سبحان الله هذا رجل يعني مثله مثل سفيان الثوري مثل إيش الحسن البصري ما له النظير في التاريخ من أين؟ من الأمانة ألا حلال وحلال على الشاطر بيجي أخ بيسألني أنا عم يشتغل عنده فلان وكذا وهو عم يبعتني أنه يجيب شغلات أنا عم يجيبونه بسعر أرخاص وحط الفرق وين؟ بالجيبة لش أنت ما عم تشتغل عند الزلمة؟ جبتونه بسعر أرخاص هاي من فالهوتك أنت قل له والله نحن الحمد لله الله الله كرمنا وخففنا عنك هاي نوع من الأمانة طيب رد اللقطة من الأمانة هل لاقي شي شغلي بالطريق اللهم يناذر رزق سقته إلي لك هذا مؤلاء كانت اللقطة إلى أحكام تتنحط سنة ويندل عليها ما بيصير تأخذها كم من إنسان ردت إليه اللقطة لك باب في الفقه الإسلامي في لقطة إيش؟ كان إذا الإنسان وجد بعير البعير له أحكام والفاكهة والطعام إلى أحكام والذهب والفضة إلى أحكام والمال لك باب كبير ألا وين الله؟ يقول يا رب ما تقعد بيدين شي واحد يقعد يحللها متى ما ضاع الإنسان منه شي وين الأمانة أيها الإخوة الكرام؟ وين؟ من الأمانة أيها الإخوة الكرام قضاء الدين هاد إيش؟ دينك يا هون شو صار معك يا فلان؟ حكيني أول الشهر وين هاد؟ طيب إيش أول الشهر؟ الله يجبرك أنا والله يعني أنا مضطر عندي ابني عندي عملية جراحية أنا دينتك يا هون لفرجة إيش؟ الكربة عندك؟ حكيني خمسطعش الشهر وين الأمانة؟ والله ببيع بيع أغراضي برجع له الأمانة هاكذا كانوا والآن للأسف تغير الحال أيضا توفية الكيل أمانة هذا اللي قاعد على الميزان ألا بيقلك خمسين قرام خمسين قرام بآخر لنهار شو صار معه؟ طون والأخوان الكرام اللي عم يشتغلوا بالمواد الغذائية وبالتغليف وبالتعليب يعني يتقوا الله عز وجل كنت أذكر كنا كنا يافعين ناخد العلبة يعني مشان اللبن كان الزبدية أو الوعاء يروح يزينها زينها هي فاضي بعدين يكيل فوق منها هلا بتروح بدك تشتري مثال لبن تقول له بديش الكيلو بيقلك مثلا سعره يعني ألف لو عطينا كيلو شو عطينا يعطيك بعطيك وعاء سبعمية جرام بتجي بتقول له لك ليش يعني ليش لك والله هيك عطونيها هي مو كيلو لك كشان خفيف عن العالم إذلك الشغلة ما في بركة وين البركة البركة كانت البركة إخوان الكرام كانت في اللا يكون الإنسان يعني عينه في مال الناس خير واجد كان أنا بتذكر سطل اللبن يعني سطل اللبن هاد هو هذا سطل اللبن هلا شو سطل اللبن شو هيا شو هيا السبعمية جرام كان شو دواء يعني علينا اللي عم نروح نشتري روح نشتري حليب وروبهن خليهم ببيتك ولا تخلي الناس هاي مو أمانة يجي واحد على البيت إيش حلو هي قال الله يوفق حطرنا كيلو منه المسكين يعني بدي يشتري حلو تجي تعملنا هيك بتلاقيها ستمائة جرام هاي ما في أمانة قالوا هاي مو كيلو مين بقى المتخصص والفهمان اللي بدي يفتل ويعمل له ستمائة جرام وسبعمائة جرام هاي الناس فاضي للقصة هاي بس أنت أوهمته لذلك اللي بدي يبيع اللي بدي يشتري بدي يتقي الله عز وجل في إيش في توفية الكيل نحن شو عرفنا للي عمين زين على سوق الهال هذا الأبان حط لشوف مية وثلاثين كيلو ملعوب في في أخ بدي بيع سيارة قلنا لو قديش ماشي قال لي والله يا شيخي بدك الصراحة قال لي هاي ماشي فوق الأربعين أربعمائة ألف بس ملعوب بعد دادة يعني حديش حاطت لخمسة وثلاثين ألف طيب هاي في أمانة هاي في أمانة لذلك الإنسان بده يكون إيش يعني بدي يشتغل كل الاختصاصات بالدنيا حتى إيش ما ينضحك عليه بها الحياة لكن الدكتور اللي عم يساوي عملية جراحية حكا لي أحد إخوان الكرام يعني ساوله عملية جراحية لك بعد ستة شهر انتكاس مهم طبيب الثاني اللي ساوله عم يقل له أنه شو هدول له المعيار ومآس عملية بيظهره قال له بشان يعني انصلح الهي قال له أنا اللي ركبوا لي ياها قالوا لي أنه يعني بسموا البرغي إنجليزي لما فتح له يا طلع لالو إنجليزي ولالو كوري صيني درجة عاشرة لك حتى في الطب حتى في الطب هاد أخوان اللي عم يشغلوا بطب الأسنان وطب اللي يعني هاد زلم في أغلى من يعني بعد الإيمان من صحية الإنسان ولي يتقي الله إيش ربه أخوان الكرام العبادات أماني هلا مين بيعرف أن الصيم هذا عم يأكل ولا ما عم يأكل هاي مو أماني هاي أماني على الولد الصغير شو بيساي بفوت على المطبخ بفتح البراد لسه ما له فهمان العبادة بيأكل اللي بده يا بيشرب اللي بده يا خاصة لما يكون الدنيا صيف حدا شافني طيب الصلاة بيكون قاعد هو ببيته ما حدا شايفه صلي على القاعد لك ما بيشوا صلي على القاعدة ما فيك شي ريح حاله قدام الناس هاي أماني أماني الحج أماني عديش رميت والله ما بعري فزكتوا ورميتهم كلون لك في الله عز وجل بلي حسبنا العبادات أماني الزكاة شلون عم طلع الزكاة مية 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 ما حدا شايفوه بيقول لمرته وطلعت الزكاة هو ممطلع ايش الزكاة أيضا أخوان الكرام الأسرار أماني فيك اللي تحكي سر تقول له كذا كذا تاني يوم تلاقي خبر عاجل لك شغلي هلأ وين اللي فضيحة الفيسبوك اللي فضيحة الفيسبوك فضيحة ما بيصير أنه لا تنشر ولا تقيم وصورة خاصة وهي أماني بيني وبينك قال له ذلك بيني وبينك ما حدا بيدرب فيه خاصة أخواتنا النساء الخلوة أماني قاعد بينك أنت وبين نفسك الله شايفك يوتيوب فيسبوك فرج على الإصص على الحكاية الله عز وجل شايف الخلوة الله عز وجل مطلع ألم يعلم بأن الله يرى لذلك حياتنا كل يات أماني بكل مفصل راكب السيارة مين دفع مين ما دفع ملغمص الشغلة ما حدا حز هذاك جوز بقلبه أعمل لك الله لا يسامحك أخواتنا الكرام إذا البشر مشايفين الله شايف إذا أتوا من خان متما خان الأماني صار اسمه منافق لذلك اللي بيصلي يسترق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها هذا إنسان خائن في عبادته يلي دينوك وما رضي تلون الدين لا أول الشهر أول الشهر لذلك لا في حدا بي دين حدا هلا أيام بيضطر الإنسان أخوه أو كذا وهي مش بلك ياهن نصيحتي أنا الإنسان واحد طلب منك عشر ملايين جبله خمسمائة ألف ليرة وقول له هدول 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 هدية ما بدي ياهن لا ما هيكملوا معك حياة صعبة أخوانا الكرام طلب منك عشر ملايين ليرة قال له هاي مئة ألف أنا هدول طالعين من الخاطر هدول هدية ما بدياهم لأنه لا حتحسين لا تجيب إلا عشر ملايين ولا نص ولا ربعون الإنسان باريها طلعت أنا بفائدة يعني أعطيكم إياها الإنسان بهذا الزمان إذا بيحافظ على المكتسبات اللي عنده هذا أكبر تاجر بالدنيا أكبر تاجر هلا أنت عندك محلك وبيتك هذا هو إذا بتحافظ عليه هون أنت إنسان ناجح في الحياة لأن الإنسان عم يخسر كل شيء يكون عنده جزء من مال بيروح جزء من بيت بيروح جزء من سيارة بيروح سبحان الله تغير الزمان نحن في زمان عصيب أيضا أيها الإخوة الكرام حياتنا كل ياته أماني سبحان الله الأولاد أماني الزوجة أماني هاي الزوجة جيت لعندك لازم تعلمها لازم إيش يعني اتربيها لازم إيش تعينها على الصلاة الأولاد أماني هذا بتخليه عيش على على كيفه هو مراهق وهي مراهقة وعم نسلمهم هالجوالات ونسلمهم الأصص والحكاية ما بدأك توصلهم لدار السلام بسلام ودار الأمان بأمان الله عز وجل يجعلنا من أهل الأماني الأماني غالي الأماني غالي النبي هو الأمين والله عز وجل هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين وما صعد النبي عليه الصلاة والسلام منبرا إلا وقال ألا لا إيمان لمن لا أمانة له والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر إيش ساعة فيه إلى تفسير تاني إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة من ضيعها هذا اللي ضيع الأمانة انتظر في الساعة الكبرى وفي الساعة الصغرى سألوا له جحي إمتى لأيام الكبرى قال لهم في أيام كبرى وإيام صغرى قال لهم لأيام الصغرى يوم القيامة وإيام الكبرى لما بيموت جحي اللهم ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر